أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إما جعلنا في أعناقهم أغلالا في إلى الأذقال فهم مطمحون وجعلنا من بين عيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا تغائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه يالهة إن يردني الرحمن بذر إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال والمبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منذلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا ويخاردون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستاذعون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منهم نهر في ذاهم مضرمون والشمس تجري مستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك المرجون القديم للشمس يمنغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النار وكل في فلك يصبح نصون وآتوا لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم لنقذون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رذقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أتعم من لو شاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأقذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السوء فيذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مهضرون فاليوم لا تظلوا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغر فاكرون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك متدقون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجريون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلة كسيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعلمهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصمون ولو نشاء نسخناهم على مكانتهم فما استطاعهم نطيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القون على الكافرين أولن يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها رقمهم ومنها يأكلون ولهم فيها ملافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ولا يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي لعظام وين رئيم قل يحييها الذي ينشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار من فإذا أنتم منه توخدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإلي ترجعون